صباح الخير يا مولاتي صباح الخير على كل الأمهات اللي بيتفرجوا علينا النهاردة في صباح الخير يا مصر وزي ما احنا عارفين وبنبدأ معاكم دايما أولى فقراتنا بأحوال التقص روح نصبح سريعا على دينا شرف نقول لها كل سنة وانت طيبة يا دينا أخبار التقصي النهاردة كل سنة وانت طيبة يا أحمد كل سنة وانت طيبة يا دير كل سنة وأمهات العالم كلها طيبة وبخير حطمناك أكيد عن حالة الجو والمرور وكل حاجة لكن خلوني في البداية أقول أن كل أم هي مصدر الحنان والعطاء والحب في الأسرة هي اللي تابت وحملت وأنجبت وسهرت وربت كان بتصهر دايما على راحة أولادها وبتعلمهم وبتربيهم ما بيشغلاش حاجة عن نفسها أكتر ما بيشغلها أنها تشوف أولادها الأفضل دايما ما حدش بيقدر يقارنها بحد في حبها لأطفالها ربنا سبحانه وتعالى كرم الأم فجعل لها أعلى الملاتب وجعل الجنة تحت قدميها فهي الإنسان الوحيد اللي قرر الله عز وجل رحمته بيها فطعت الأم ورضها مفتاح من مفاتيح الجنة لأن الأم هي فعلا زي ما بتقول الحضن الدافئ اللي بنلجأ له دايما وما فيش أي وقت بتلجأ لها لما بتلاقيها موجودة جنبك عبارات أي عبارة هنقولها مش هتكفي الشكر ورد الجميل للأم لأن هي اللي بتحب وتخفر وبتسامح وهي الطريق للوصول إلى الجنة لو ردت أمك سبحانه وتعالى ربنا قال لو رد عنك ربنا هيرضع برضاها عليك وكانت من السعداء دايما في الجنة عايز أقول لكم كمان إن احنا ما ننساش فضل أمهاتنا في الكبر وإن احنا نحسن إليهم بشكل كبير جدا وقولوا لهم دايما القول الحسن الكلمة الطيبة ليهم حلو قوي ندلحهم ونحن عليهم لأنهم مواحنا صغرين كانوا بيعمونا كده خليكم مطعين جدا لأمهاتكم عشان ما يجيش الوقت اللي ما تلاقيهاش جنبك فجأة هتندم وقتها ومش هتلاقي حاجة تنفعك غير الندم الملايكة قالت ماتت التي كنا نكرمك من أجلها الله محفظ أمهاتنا وارحم من مات منهم وارزقنا برهم أحياء وأموات وعايز أقول إن كل أم هي أم مثالية وكل أم وهي طيبة في الآخر بقول كل سنة وانت طيبة يا أمي اشتركوا في القناة